يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبلش اليوم شابتر رقم واحد في علم المايكروبيولوجي الشابتر هاد عبارة عن مقدمة تكلم عن المايكروبيال وولد أندي وعلم أو عالم المايكروبات الواسع ايش راح نشوف بهذا الشابتر يلا خلينا قبل ما نبلش نعمل شوية ديسكشن What do you know about microbiology What do you know about microorganism مين فيكم بيقدر يخبرني شو المايكروبيولوجي شو هاد العلم ايش هي المايكروورجنزم مين عنده هيك فكرة عامة يخبرني فيها بدناها نتفاعل طيب المايكروبيولوجي مايكرو معناها كائنات صغيرة وبيولوجي هو علم الأحياء فبالتالي مع بعض بيصير علم الأحياء الدقيقة فهو العلم الذي يعنى بدراسة الكائنات الحية الدقيقة الصغيرة المايكرو التي لا ترى بالعين المجرد هذا العلم يسمى المايكروبيولوجي الأحياء الدقيقة اللي بنا ندرسها بهذا العلم نسميها مايكروورجنزم أعطيني أمثلة على المايكروورجنزم لازم تعرف من أمثلة الأحياء الدقيقة في عندي فيروسات في عندي بكتيريا في عندي فطريات في عندي طفيليات في عندي طحالب في أمثلة كتير هل كل الكائنات الدقيقة بتعمل أمراض؟ بالواقع لا عدد بسيط من الكائنات الدقيقة بعملنا أمراض والعدد الباقي إما بيكون مفيد وبعطينا منافع مختلفة أو ما بدرنا ولا بيفيدنا نعم لكن عدد قليل بيعمل أمراض لكن زي ما أنا دائما بقوصح النقلال اللي بيعملوا أمراض لكن لما يعملوا المرض بيزونا بشكل كبير أعطيني أمثلة على المنافع والمضار لهاي المايكروبات طبعا مثلا لو بدي أقولك من المنافع مثلا إن موجودين بعضهم في أمعائنا فبيساعدونا في عمليات الهضم بخمر الطعام بخمر العصائر بخمر الصبز الكعك هاي كلها مايكروبات نافعة لإنسان والمايكروبات اللي إيه هاي destructive effect اللي بتسبب لنا أمراض مختلفة تمام تعالوا نحكي لمحة تاريخية عن تطور علم المايكرو أورجنزيم فبنا نحكي عن الفارست أوبزيربيشن طبعا السنوات أنا ما بدي تحفظها لكن بدي تحفظ العلماء ودورهم اللي ساهموا ولعبوه في تقدم و خروج علم المايكروبات إلى العالم فأول عالم بدينا نحكي عنه هو العالم روبارت هوك أكيد سمعت يعنه هذا العالم كان يجيب عينات من الطعام من المية يفحصها تحت المايكروسكوب فكان يلاحظ أنه أي إشي حي مثل مثلا أي نسيج حي مثلا كان يفحص نسيج البصل نسيج إنسان نسيج حيوان نسيج النباتي تحت المايكروسكوب دائما يشوف بتحت المايكروسكوب هاي الأنسجة مكونة من من سنادي صغيرة أطلق عليها اسم سيلس اللي هي خلعية فعلا أصغر وحدة تركيبية لأي لفينغ تينغ لأي إشي حي هي الخلعية طبعا بناء على هاي ملاحظته وأنه الأشياء الحية بتتكون من مركب صغير اسمه خلايا هاي هي نظرية اللي هي سيل تيوري فهو هو أول من وضع نظرية اللي هي نظرية الخلية إيش هي نظرية الخلية اللي بتقول كل الأشياء تنظرية من سيلس نعم هلأ هيك تلعطي الشاشة يا جماعة حكييني موقف الشاشة فأنا بدي أتأكد هيك طلعا طب لو عملتي ستوب شير وضديت عملت شير سيكرين هاي الانتروتاكشن هاي هيك تلعط صح؟ صح تمام نعم نعم هلأ إذن السيل تيوري النظرية الخلوية بتقول كل الأشياء الحية اللي فينك تينكس كومبوزد أوف سيلس بتتكون من خلايا طيب مين أول شخص شاف المايكروبات تحت المايكروسكوب هذا روبرت كوك شاف الخلايا الأنسجة الحيوانية النباتية بتتكون من خلايا لكن العالم اللي اسمه أنتون فان ليفنهوك هو عالم ألماني هو أول من شاهد المايكروبات وخصوصا البكتيريا تحت المايكروسكوب لباقع هذا العالم أنتون فان ليفنهوك هو أول من صنع المايكروسكوب شوفوا هالمايكروسكوب البداي جدا اللي صنعه اللي هو عدسة قط هون مكان يحط عليها سلايد هون في عندي الفوكس محل ما بيكبر يعني الضوو بيقلل الضو فعنده عم المايكروسكوب صغير كتير وجاب عينات مختلفة من أنسجة من طعام من مية فحصة تحت المايكروسكوب فصار يشوف تحت المايكروسكوب مخلوقات صغيرة كتير تشبه الحيوانات بس حيوانات صغيرة كتير أطلق عليها اسم أنيمال كيوز أنيمال كيوز ما هو كيوز من مولوكيوز مولوكيوز يعني جوزي أنيمال مولوكيوز يعني جوزي حيوان صغير يعني شافوا حيوانات جدا جدا صغيرة أطلق عليها اسم Animal Cues شوفوا شو شاف مثلا مرة فحص عينة شاف بكتيريا زي هاي عصوية مرة فحص عينة شاف بكتيريا زنبركية مرة فحص عينة شاف بكتيريا عشكل سلاسل وهون شاف بكتيريا اللي هي عشكل خط طويل أو رود منسميها إذن هاي البكتيريا فكرها حيوانات صغيرة وأول ما أطلق التفاقنة أطلق عليها اسم إيش أطلق عليها اسم Animal Cues Viewed through Magnifying Lenses يعني صار يشوفها تحت العدسات المكبرة أو تحت المايكروسكوب اللي أنا وصفت اللي هي طيب بهذا العصر لما بلش يظهر عصر المايكروبات وبلشت الناس تفكر إنه في مخلوقات صغيرة إحنا مش شايفينها صار debate صار جدل بين العلماء فانقسم العلماء إلى قسمين قسم بحكي في نظرية اسمها نظرية Spontaneous Generation وقسم بحكي بنظرية اسمها نظرية البيوجينيسي إيش هي الفرق بينها Spontaneous Generation اللي هو الخلق التلقائي شو الخلق التلقائي يا جماعة مثلا كانوا من زمان فيش تلاجة يشوفوا يشتروا هاللحمة ما فيش تلاجة ثاني يوم يلاقوا هاللحمة دودة ريحتها طلعت وطلع عليها دود وصار عليها كعنات صغيرة وأحيانا بيد مخلوقات أو بيد دباب طلع عليها طب بيحكوا إحنا شرينا اللحمة نظيفة واليوم صبح عليها دود وبالتالي هن بيآمنوا بنظرية خلق تلقائي إيش إن وجد لحال فكانت هاي النظرية شو بتقول إنه Life arises from non living matter يعني الحياة بتيجي من أشياء غير حية فكانوا بيعتقدوا إنه هناك A vital force is necessary for life يعني بقولوا في قوة خارقة مهمة بالحياة هاي القوة بتخلق أشياء من العدم هذا رأيهم الجماعة الثانية لا راحوا لنظرية اسمها نظرية البيوجينيسيز البيوجينيسيز شو يعني إنه كل living cell arise only from pre-existing living cell يعني كل خلية حية جاي أصلها من خلية حية أمها وأبوها يعني إحنا من أمنا وأبونا أمنا وأبونا من أجنادنا وهكذا الحيوانات نفسي الإشي من سلالة النباتات كل المخلوقات إجت من مخلوقات طبعا راح تقول لي وأول إشي نوجد بقولك أول إشي نوجد الله خلاه فهون انقسموا العلماء مين تظهر بعديك الفترة ظهر العالم لويس باستور بدي يشوف هل شو اللي صحيح هل اللي صحيح هو نظرية spontaneous generation ولا اللي صحيح هو نظرية البيوجينيسيز شو راح حمل راح حمل التجربة التالية جابي فلاسك حط فيه nutrient growth في الواقع جابتو فلاسك وحط فيهم نفس الكمية من nutrient growth معنى nutrient growth معناها nutrient غذاء وgrowth شرب يعني طعام سائل خلينا نقول وسط غذائي سائل هذا الوسط الغذائي إذا بتشوفه أي مخلوقات سواء صغيرة مايكرو أورجنزم أو كبيرة لما تاكله بتكبر وبتتكاثر وبتنقسم وبتخرب هذا الطعام فالف عمل هذول التو فلاسك عملهم heating سخنهم لفترة معينة وإحنا بنعرف إنه لما نسخن الإشي لفترة طويلة راح نقتل في كل المخلوقات الموجودة في هذا الطعام لأنه هو من أنواع التعقيم إنك تسخن الإشي لفترة طويلة بعد عملية التسخين الفلاسك الأول خلى فواهده زي ما إنتوا شايفين فوها طويلة جدا مطعوجة آسفة وخدت عملها إيش عملها سيلينج يعني حتى هاي الفوهة فكرها بحيث إنه الهواء مش قادر يوصل إليها آسفة الفلاسك الثاني لا بعد ما غلق البروث اللي فيه كسر عنقه يعني خلى فوهته مفتوحة على الهواء وتركهم لعدة أيام ورجع لهم لاحظ بعد عدة أيام إنه هذا الفلاسك اللي فوهته انكسرت صاري معكر وريحته طالعة وتكاثرت عليها المايكروبات لما فحصها تحت المايكروسكوب لقى فيه مايكروبات أما اللي فوهته مسكرة وطويلة ومسكرة ضلت ضل الفلاسك والطعام اللي فيه معقم وما تلوثش ولا تغير طعمه ولا رائحته من هون إجت فكرة حكا الهواء هاد اللي هو إحنا عايش فين فيه مليان بالمايكروبات وهاي المايكروبات لما أنا كشفت الفلاسك دخلت من الهواء لا لا لفلاسك للغذاء وتكاثرت وخربت الطعام في حين هاد لإنه مسكر ومغلاق المايكروبات اللي بالهواء لم تتمكن من الدخول ولم تتكاثر وكأنه بدي يقول لي إنه هالمايكروبات الموجودة أو إن وجدت في نيوترين البروث هي أصلها جاي من الهواء يعني هاد الليفنج سيلز اللي إن وجدت هي أصلها من بري اكزيستنج ليفنج سيل إن ذا إير يعني من خلايا موجودة أصلا إيش في الهواء من هون إنت شو بتفهم؟ بتفهم هل هادي التجربة بتدعم نظرية سبونتانيس جينيريشن ولا نظرية البيوجينيسيس؟ إنت برأيك شو بدها تدعم بدها تكون؟ بدها تدعم نظرية نعم بدها تدعم نظرية البيوجينيسيس إذن كمان برا شو إيمان لويس باس ستور هو اللي أثبت إنه الهواء مليان بالمايكروبات وإحنا الهواء مش شايفين يعني مش شايفين المايكروبات اللي فيه فهو أثبت نظرية البيوجينيسيس وإنه الفلاسك لما تلوث إجته البكتيريا والمايكروبات من الهواء وأضحط نظرية سبونتانيس جينيريشن يعني لو فيه سبونتانيس جينيريشن كان الفلاسك المسكر والمفتوح تلعط فيه مايكروبات هاي الطريقة الأولى إذا الفلاسك الأول لنيوترينتي بروث حطيناها بفلاسك سخنا وما سكرنا فإيش نمت فيه المايكروبع أما الثاني نيوترينتي بروث حطيناها بفلاسك سخنا وسكرنا فما نمت فيه المايكروبع طيب نيجي من عام 1857 لعام 1914 هذا اسمه العصر الذهبي لعلم المايكروبيولوجي يعني تم بهذه الفترة اكتشافات رائعة قوة علم المايكروبيولوجي ووصلتنا إلى يعني خلينا نقول منافع كتير استفدنا فيها من علم المايكروبيولوجي هاي الفترة بدت بعاهد اللي هو إذا سامعين فيه لويس باستور لويس باستور زي قبل شوية اللي شوفتوا اللي أثبت نظرية البيوجينيسيز كمان كمل شغل لويس باستور في هذا المجال أوجد العلاقة بين المايكروبس والديزيز قال إنه في كتير مايكروبات يعني بتعملنا الأمراض وأثبتت هذا بالتجربة كمان إلو باع كبير في علم المناعة الاميونيتي علم المناعة صار يعرف إنه الإنسان ممكن جسمه يكون مناعة ممكن أنا أعطيه أجسام مناعية وأجسام مضادة مناعية كمان إلو باع في علم اكتشاف اللي هي الأدوية الأنتي مايكروبيول اللي هي المضادات الحيوية يعني باستور لعب كبير دوري كبير في علم المايكروبيولوجي تمام تعالوا نشوف إنجازات باستور إنجازات باستور هي شو ذات هو من أثبت إنه المايكروبات هي مسؤولة عن عمليات التخمير كيف أثبت هذا يا جماعة؟ كانوا من زمان يجيبوا عصير العنب يحبوا ببراميل يتفنوا تحت الأرض وتحت الأرض الحرارة بتكون عالية بعد فترة من الزمن شهر شهرين يفتحوا هالعصير العنب يلاقواه صار كحولي صار قمرة فكان يقول إنه فيه مايكروبات في العصير هي اللي بتقعد يتكسر السكر تبع عصير العنب وتحوله نتيجة البريكداون بتحول لكحول ولخمرة طبعاً سمى هاي العملية سمىها تخميرية والتخميرية إنه المايكروبات بتكسر الإشي في غياب إيش في غياب الأكسجين أو بغياب الهو إذن هاي وظيفة للمايكروبات وظيفة أخرى للمايكروبات هي انتو بتعرفوا هلأ لو بهالحر الشديد تركت انت صحن أكلك في المطبخ بدون تلاجة تركت لحمتك بدون تلاجة الجاج الطعام عصيرك برى التلاجة لآخر النهار تعال اشربه آخر النهار أو اكل طعامك بتلاقي تلفان وطعمه متغير فاسد سبويد فسد هادة ليش فساد لو فحصته رح تلاقي في داخله مايكروبات وبكتيريا فالمسؤول عن فساد كتير من الأطعمة هو نمو المايكروبات في هاي الأطعمة وبهاي العصائر كمان اكتشف باسدورب انه الواين اللي هو النبيذ اذا ضله مكشوف في الهوى المايكروبات اللي بالهوى رح تدمر الواين وتتحوله لفنجار اللي هخل يعني زي خل تفاح مثلاً اللي هم سميه اللي هو الاسيتيكاسد اذا بعض المايكروبات تساهم في تحويل مادة الى مادة اخرى مثل السكر قلنا لكحول فساد الطعام وتحويله احياناً لمواد سامة وفساد النبيذ طيب طيب انكمل ايجا عنا نظرية في العصر الذهبي طلعت نظرية اسمها الجيرم theory of disease اللي هي نظرية المايكروبات الجيرم هي المايكروبات يعني نظرية دوري المايكروبات في احداث المرض في هذا العصر حتى باسدور صار يقول اكيد فيه مايكروبات هي اللي بتمردنا كانوا الناس من زمان يا جماعة يمردوا وتصيبهم بكتيريا واحدة طولة تصيبهم النفاس تطلع حرارتها وتموت واحد يصيبه اشي بريئته يسعى الدم ويتذفي حرارته ويموت هذا يطلع له حب عجلده يمرد ويموت كانوا يفكروا انه هدول اللي بيمردوا بموتوا انه صعبتهم ارواح سيئة وارواح شيطانية هي اللي كانت تقتلهم ما يعرفوا انه ممكن يكون المسبب لهو جيرم او يكون المسبب مايكروب اذا بهذا العصير اثبتوا انه المايكروبات ممكن هي المسؤولة عن احداث ايش عن احداث المرض واول واحد اثبت هذا الكلام اللي هو العالم اللي هو باستور باستور ويرك شوينغ ذات مايكروب ار ان ذا ايك مش باستور هو اللي اثبت انه المايكروبات موجودة بالهوام هي اللي بتتلف الطعام هي اللي بتعمل امراض حيوانية طيب بعاحد باستور كان هناك كان في عنا جراح شاطر كتير طبيب جراح اسمه جوزيف لستر جوزيف لستر كان يعمل عمليات جراحية معقدة ناجحة جدا لكن للأسف بعد ما يخرج المريض من العملية وتكون عمليته ناجحة يوم يومين تلاقي هالمريض صابط وحرارة ومات فكان مش عارف شو اللي بصير مع انه كان يعمل العملية على اتم واجه لما جوزيف لستر سمع باستور شو بحكي يعني شو يعني بحكي انه فيه مايكروبات وفيه جرم هي اللي ممكن تحدث هاي الامراض في الانسان قال ممكن هدول الناس اللي بعملهم عمليات انه الجروح تبعهم بعد العملية لما اسكره كان يلاحظ انه سير يعبي مدة ويسير احمر فقال ممكن يكون هناك مايكروبات انا مش شايفة هي اللي بتلوث الجروح وبتنزل على الجروح وبتنزل على الدم وبتسمى من الناس وبموته فاعتقد انه بعد نجاح عمليته فيه مايكروبات بتخرب له العملية فقال يا ريتني انا اعقم مكان الجروح فاستعمل انتيسبتك انتيسبتك معقمات ومطهرات على الجروح كان يمسح جروح الناس بعد ما يعمل العملية بمادة اسم هالفينول مادة معقمة وبالتالي منع انه يصير عندهم سيرجيكال ووند انفكشن يعني تلوث الجروح بعد العملية بعد هيك صارت تنجح عمليته يعني بعد ما صار يستعمل المعقمات صارت تنجح العملية تبعا طيب اذا اول واحد الو باع كبير في علم المايكروبيولوجي حكينا باس طور وشغله بعدين فيه تاني عالم الو باع كبير في علم المايكروبيولوجي اللي هو الروبركوح طيب شو عمل الروبركوح شوفوا شو كان بعهد روبركوح كان في عهده فيه مرض اسمه مرض اللي هو الانثراكس الانثراكس هو مرض الجمرة الخبيثة اذا سامعين فيه فرجيكم صور للانثراكس بدنا نروح ها سكرين بس افرجيكم كيف تكون الانثراكس شوفوا الانثراكس كانت الناس تنصاب هيك كأنك جاي بفحم فحم اسود ودافنه فيه ايد الناس او فداء انه تطلعوا المنظر ما ابشعه وبتصير هالتقرحات السوداء هاي تحفر بجلدهم فيه ناس بنصابوا عجلدهم فيه ناس بتصابوا بريقتهم فيه ناس بنصابوا بأمعاهم وخصوصا هذا هو مرض الانثراكس خصوصا الناس اللي بتربي حيوانات كانت ينتنصاب بها تموت الناس ما يعرفوش ليش تموت فاجا روبرت كوخ حكا ممكن زي ما حكا باستور حكا ممكن هاي التقرحات وهذا المرض اللي اسمه انثراكس سببه مايكروبات احنا مش شايفينها طب قال كيف دي اثبت انه هاي اللي صايبتهم سببها مايكروبي راح عمل اشي اسمه كوخ بوستولات فرضية كوخ شو عمل هذا الشخص المصاب راح اخذ مسحة من هذا الجرح او هذا الانثراكس اللي صايبه مسح يعني بقوطنا مبللة حلينا نقول وراح فرق جلد بعض الحيوانات اللي بتشبهنا اللي هو فرق جلد في ايران او فرق جلد قرود وفي بعض الاحيان اخذ من هاي من هذا الجرح وحط يعني اخذ عينة وحطها في محلول مائي عملها محلول مائي وحقنها للحيوانات فلاحظ انه هاي الحيوانات ظهر عليها زينا يعني زي لما حقنهم باخذ عينة وحقنها بالحيوانات ظهر عليهم انثراكس زينا لكن عشان يتأكد قال طيب مركن انا اخذت من هذا الشخص اشي من جلده غير اللي عامله هذا المرض ولما اعطيته للحيوان انصاب يعني المسبب اللي عند الانسان غير عن المسبب اللي عند الحيوان عشان يتأكد من هذا الكلام شو عمل يا جماعة الحيوان اللي انصاب اخذ منه عينة من جلده وزرعها في المختبر جاب وسط غذائي وزرع اخذ عينة من جلد الحيوان المصاب وزرعها في المختبر وراح للانسان الاصلي اللي اخذنا منه العينة واخذنا من هذا الجروح تبعه وزرعناه في المختبر يعني بدنا نشوف بالمختبر شو فيه هون شو فيه مخلوقات بهذه العينة تبعت الانسان الاصلي وتبعت الحيوان اللي احنا صبناه من هذا الانسان فلاحظ تاني يوم انه بالمختبر المايكروب اللي طلع من عينة الانسان والمايكروب اللي طلع من عينة الحيوان هو نفس المايكروب ونفس الشكل تحت المايكروسكوب نفس الصفات فبالتالي هو تأكد انه المايكروب اللي صايا بالانسان هو نفسه اللي صاب الحيوان هو نفسه اللي عزلته بالمختبر فهيك بهاي الكوخ بستولات بفرضية كوخ بتأكد العالم انه المايكروب اللي عزله من هذا الشخص هو المايكروب اللي سبب له المرض مش عزل منه اشي تاني يعني تخيل انا اخذيت منك عينة من هون طب وطلعت في المختبر قلتلك هاي الممرضة طب مين يثبت انه هاي الممرضة بركي انا صح اخذيت منك عينة بس عزلت منك بكتيريا غير عن اللي عاملتلك المرض كيف اثبت انه اللي عزلته هو نفسه اللي عامل لك البكتيريا باخذ منك عينة بصيبها لحيوان او الى انسان اذا كان مسموح انسان سليم وزا طلت عليه نفس الاعراض اللي صايب الانسان الاول بعرف انه المسبب المرض واحد وانه هذا اللي عزلته هو اللي سبب هذا المرض تمام يا جماعة هاي ايش كوخ روبر كوخ بستولي اذا روبر كوخ ديسقفر ذات بكتيريا كوز انتراجز هو اللي اثبت انه هذا مرض الانتراجز سبب بكتيريا وهو اللي علمنا الخطوات كيف اثبت هذا الاثبات والخطوات اللي هلأ شرحت لك اياهم اسمهم كوخ بستوليت فرضية كوخ تديمونسترات ذات اسبيسيفيك مايكروب كوز اسبيسيفيك ديزيز يعني بيّن انه في مايكروبات معينة بتعمل امراض معينة مثلا هاي البكتيريا اللي اسمها باسيلاس هي اللي بتعمل مرض الانتراجز كل بكتيريا طيب اه عاسبي يا جمال طيب نتكمل هاي نظريت هاي طيب الان وصلنا حكينا عن الـ golden age of مايكروب حكينا عن انجازات باستور وحكينا عن انجازات روبرت كوخ عرفوا بالنهاية انه مكتير من الامراض المعدية بتسببها مايكروب الان قبل ما اكمل يا جماعة بدنا شوي هيك ناخد ملحوظة شو بتقول الملحوظة الامراض نوعين يا جماعة في مرض اسمها في امراض بنسميها infectious disease وامراض بنسميها non infectious disease infectious يعني امراض معدية وnon infectious معناها امراض غير معدية مثل امراض فيسيولوجية يعني واحد معه سكري واحد معه ضغط واحد معه كانسر هاي امراض non infectious مش معدية صح ما بتعدينا سببها خلل فيسيولوجي في جسم الانسان اما infectious disease اللي هي الامراض مالها الامراض المعدية سببها عادة مايكروبات احنا بمساق المايكروبيولوجي احنا بنتكلم عن infectious disease الامراض اللي سببها مايكروبات بغض النظر شو المايكروب هل هو بكتيري فيروسي فطري اتساب طيب هلا اكتشفوا انه الامراض سببها مايكروبات في عندي مشكلتين المشكلة الاولى انه الناس المصابة بدي اعالجها واعطيها دوع صح والناس اللي غير مصابة بدي احميها واعطيها ايش اعطيها فاكسين لقاح طعم يحميها انها ما تنصبش هلا كيف اكتشفوا الفاكسين كيف اكتشفوا اللقاحات اول واحد اكتشف الباكسين وعمله هو العالم ادوارد جينار شو ماله هذا العالم شو عمل كان على زمانه الناس تصاب بسمول بوكس سمول بوكس زي ما انتوا شايفين هذا مرض الجدري بطلع لهم حب بشوفوا بمليهم كل جسمهم وبنزل عدمهم وبموت وكان مرض سيء كتير يا جماعة وبشوه العالم المهم هاد ادوارد جينار لاحظ انه بعض الابقار الثاني مصابة بالجدري بسمو كاوبوكس راح شو عمل راح عن طريق التجربة اخذ اللي هو السيرم تبع هاي البقر يعني الدم تبعهم اخدو واخد بلازمة الدم وحقنها للناس الغير مصابين الناس السريمة اللي ما عندهاش الجدري فاصبحت هاي المصل البقر حماهم يعني كل واحد اخذ مصل البقر ما نصابش فهذا كان زي فاكسين كأنه ليقع اذا بدنا نفسر هذا الخلعام شو بنقول نقول هاي البقر المصابة فيه بدمها جوة او جسمها المناعي انتج اجسام مضادة ضد هذا الفيروس اللي عمل جدري البقر انا لما اخدت السيرم تبعها وحقنته للانسان السليم دخلت له اجسام مضادة جاهزة تحميه شان اذا هذا الجدري الفيروس الجدري يهاجمه ودخل على جسمه راح يلاقي بجسمه اجسام مضادة تقتل الفيروس قبل ما يتكافر هاي هي طريقة اصلا هو مبدع او اعطيك خلايا مناعية او اعطيك اجسام مضادة او مايكروبات ضعيفة حيث انه جسمك يتكون عنده مناعة اذا المايكروب القوي حاجة ما كتكون انت محمي من هذا المايكروب وهدول الاجسام الدافع عنه طيب اذا اول ما نعمل الفاكسين ادوارد جينر وحكينا القصة في الحقيقة كلمة فاكسين اصلها كلمة لاتينية تدعى فاكسا وفاكسا معناها بقر يعني اول لقاح من مصل الابقار فالناس اللي اخذت المصل صار عندها قولنا اميونيتي اميونيتي صار عندها مناعة المناعة تطعيك اذا صار عندك مناعة انت محمي من المايكروبات اللي اللي هاي الاجسام المناعية مو كلاب القضاء عليها هذا بده اسئلة يا جماعة مني حد بحبي يعطي ملاحظة اشي من السامعين الحضور طب امتابع ولادة اللي هو العلاج الكيميائي الحديث اللي هو حلم اسمه حلم الرصاصة السحرية شو يعني قلنا الناس اللي ما نصابتش صاروا يعملونها فاكسين طب الناس المريضة المصابة نعطيهم دواء الدواء بقولوله كيموثيرابي فتعريف الكيموثيرابي يعني علاج الامراض باي مادة كيمووية بنسميه كيموثيرابي اليوم بستعملوا مصطلح الكيموثيرابي اللهم صلع النبي بستعملوا مصطلح الكيموثيرابي للمرض الكانسر اللي معاه كانسر بعطوه علاج كيمووي ففي الناس بيتفكر انه الكيموثيرابي بس للكانسر لا كيموثيرابي كلمة كبيرة دواء كيمووي أي دواء مصنوع من مواد كيمووية وكيموثيرابي يستخدم في العلاج من اشهر هاي الادوية الانتيبيوتيك اللي هي المضادات الحيوية المضاد انت بتشرب ولما تمرد ترشح مثلا يصير عندك التهاب بجسمك بعطوك مضاد حيوي حتى المضاد الحويوي هو كيموثيرابي هو كيميكالز هي مواد كيمووية انتجت من قبل بعض انواع البكتيريا وبعض انواع الفطريات وهاي المواد بتعمل على قتل او وقف انهيبت وقف عمل كتير من المايكروبات تعالوا نوضح معنا انت بيجيك اكتر من هاي يلا نلوح لهاي الصورة شوف هاي الصورة شوف تقول في عالم علمه اسمه اليكزندر ريفليمينج اليكزندر ريفليمينج عالم باحث في علم المايكروبات كان يحضر اوساط غذائية اوساط غذائية لزراعة البكتيريا يعني يطبخ اكل نقول له ميديا الاكل اكل للبكتيريا يصبه بصحون ويزرع البكتيريا مشان يدرسها مرة من المرات زرعه حضر وسط غذائي وزرع عليها بكتيريا هاي اللي شايفين هاي البكتيريا مستعمرات بكتيريا كولوني منقولها كولوني مستعمرات بكتيريا اسمها سطافوريس زرع هستافوريس على الصحن ويوم يومين لاحظ انه الصحن طال عليه فطريات هذا نوع من الفطريات اسمه فطري البنسيليوم بنسيليوم كولوني مستعمرات من فطري البنسيليوم لكن لاحظ طب لح تقولي من وين اجا هذا الفطري يا جماعة اي نوع من الفطر تلاقي بالهواء أبواغه سبوراتو يعني أبواغه بيكون صغيرة طايرة بالهواء موجودة بالتراب ممكن تلاقيها بدلاجتك الفطر موجود في كل مكان فهذا الوسط الغذائي إذا الفطر أو أبواغه منقول الموجودة بالهواء إجت على الصحين تلزع بالصحين وبتيت تكاثر وبتيت وردعم الفطر كبير بنسيني نشوفه بعيننا لكن المهم بالموضوع نلاحظ لما طلع فطر البنسينيوم على الصحين إنه ستاف أوريس القريبة من الفطر تشوف حجمها صغير وحددها قليل بحين لما أبعدنا عن الفطر لنستاف أوريس تشوفه ما أكبرها وما أوضحها وما أكتر عددها فقال ليش اللي إقراب ميتين أو صغار وليش اللي بعاد عن الفطر كبار بعد ما حلل المادة والوسط الغذائي اللي هون لأنه هذا الوسط موجود فيه مادة كيموية أطلق عليها فيما بعد اسم اللي هو البنسينيوم لأنه الفطر بنسينيوم المادة اللي لقاها سماها بنسينيوم هاي البنسينيوم لقاها إنها بتعمل انهيبشن ياب بتوقف عمل متكاثر أو بتعمل كيلينج للبكتيريا هاي وهاي البكتيريا اسمها استاف أوريس من هون إجت فكرة إنهم يصنعوا مضادات حيوية في مضادات ناتشرة الطبيعية يعني الفطر أنتجها وأحنا أخذتها عشان أطول البكتيريا وفيه عرفوا شو تركيبة هذا المضاد اللي هو البنسينيوم وصنعوه من مواد كيموية وصاروا يعطوه للناس بأي واحد كان من زمان مصاب بستاف أوريس شو دواه برأيك دواه البنسلين لأنه زي ما البنسلين قتل الستاف اللي على الصحين أكيد رح يقطو الستاف إذا كانت هي صايد نرجع إذن شو المضاد الحيوي كمان مرة زي البنسلين هي كيميكالز برديوز باي بكتيريا هي مواد كيموية ممكن تنتجها البكتيريا أو الفطرية زي ما شفنا هاي المواد ممكن تعمل انهيبشن يعني توقف نمو وتكاثر أو تقتل إيش أو تقتل المايتروبات نحكي عن أشهر الأدوية اللي تم تصنيعها من شان نقتل المايتروبات في هداك العهد في دوا اسمه كويناين هذا مضاد حيوي صنعوه من التريبارك من لحاء الشجرة يعني الشجرة إذا هيك بتقطع صافها بتلاقي لحاءها سرع منه مادة الكويناين الكويناين واللكويناين كانت رائعة في قتل اللي هي مرض الملاريا في علاج الملاريا الملاريا هو مرض بتسببه طفيلي واللكويناين بقتل هاد الطفيلي كمان في عالم اسمه عالم اسمه إلخ هاد العالم إلخ برضو عمل دوا اللي هو عمل دوا اسمه الزرنيخ زرنيخ يعني مجموعة من الأدوية واحد منهم اسمه السال بارسان هاد الدوا استعمله لعلاج السيفلس السيفلس هو مرض زهري زي سامعين في مرض جنسي سببه بكتيريا اسمها تريبانوما بليديوم السالفرسين اللي هو من ولاد عيلة الأرسينيك بنفع لقتل اللي هو هاي البكتيريا كمان صنعوا مضاد حيوي في الـ 1930 اسمه سالفون أمايند صنعوا إذن بلشوا بتصنيع بعد ما اكتشطوا فكرة أريكزاندا ريفليمك بلشوا بتصنيع مضادات حيوانية صناعية نعم كميكالز حكيت هاي القصة حكيتها قصة أليكزاندا ريفليمينغ لما زرع ستاف أوريس وطلع جنبها عفن البنسلين وكيف البنسلين أتلت ستاف أوريس بنسلين واس تستيدي كلينيكالي هاي المادة اللي عزلوها من الصحين فحصوها سريريا يعني جربوها على الناس اللي مصابين بستاف أوريس وطابوا أند ماسي براديوس يعني تم إنتاجها بكميات أكل طيب هاد الكلام بنسميه هاد التجربة اللي اكتشفوها بالصدفة اسمها فورتشونات أكسيدن يعني الصدفة السعيدة بصدفة سعيدة اكتشفوا المضادة الحيوية اللي بنتجو اللي بنسليني يلا مايكروبس in our lives المايكروبات وين في حياتنا تعالوا نعرف شو هنا المايكرو أورجنزم الكائنات الصغيرة they are too small to be seen with unaided eye يعني مخلوقات صغيرة لدرجة إننا منشوفهاش بالعين المجردة الاided eye العين المجردة مايكروبس include طب هاي المايكروبات شو بتشمل بتشمل البكتيريا الفنجي البروتوزوة الفيروسات الالجي كل هدول المخلوقات جايين تحت إطار المايكرو أورجنزم يلا المايكروبس in our lives المايكروبات في حياتنا موجود كتير مايكروبات في حياتنا يا جماعة المايكروبات موجودة في كل مكان في الهوى في المية في الأكل في التراب في طعق في فمنا في أمعانا في جلدنا في كل مكان بس أثناء باتوجينين مش كلهم ممردين عدد قليل جدا منهم بيعمل بيمردنا فقط 3% بكتيريا البكتيريا يعني البكتيريا بس 3% بيمردونا الباقي يا بكونوا نافعين يا بيعملون ناشي شي لكن لكن هدول الثلاثة في المية اللي بيمردونا لما يمردونا بيجيبوا آخر طيب شوفوا باقي المايكروبات مثلا دي يدو دي كومبوز أورجنيكويست بحللوا المواد العضوية كيف يعني أحكي لكم مثلا سامعين أنتوا أكيد بالسماد الطبيعي الكومبوز كيف يعملوه بجمع الشجر ورأي الشجر الناشي في الخشب روفي الحيوانات الأوسخ بجمعوها بتفنوها تحت الأرض وبحطوها ببرميل بحطوا تحت الأرض عشان بتحت الأرض الحرارة عالية بحطوا شوية بكتيريا بسكروا عليهم البكتيريا بصير تعمل إيش؟ بتعمل بريكداون يعني بتكسر هاي المواد اللي دفنتها الخشب والوراق وبتحلله لدرجة إنه بتحلله بتفتفيته بعد ما تفتح على هالكومبوز بشهرين بتلاقيه تحول إلى تراب صناعي رائع وغني بالمواد العضوية مشان هيك لما تزرع فيه النبدة بطلع بسرع النبات فهاي هي فوائد إذن المايكروبات بتحلل للمواد العضوية كمان في بعض المايكروبات بتقوم بعملية الفوتو سينتسيز اللي هي التمثيل الضوئي شو يعني بنسميها فوتو سينتاتيك بكتيريا شو يعني كإنها نبات بتسحب السي أوتو بتخرج الأوتو وبتحصل على قداعها من التمثيل الضوئي بعض المايكروبات بتنتج مواد إحنا لازمتنا مثلا بعض المايكروبات بتنتج مادة الإثانول غاز الإثانول بعضهم بنتج الأسيتون بعضهم بنتج إيش فيتامينز بعضهم بخمر الطعام فيرمنتد فوض مثل الوينغار هذا الخل التفاح وقل الفواكه من وين تحولوا الفواكه والتفاح عصيرهم لخل من البكتيريا الجبنة أصلها حالية لحطيت عليه بكتيريا صارت جبنة البريد الخبز الطحين بحط عليه الخميرة ما هي الخميرة هي مايكرو أورجنزم بصير خبز لما أخبزه كمان بعض المايكروبات بتنتج مواد لازمتنا في الصناعة في المانيوفاتشري في بعض المايكروبات بتنتج سيليلوز وبعض المايكروبات بتستخدمها لعلاج الكثير من الأمراض مثل حسبين المثال مثل الإنسولين يعني تخيلوا البكتيريا بستخدمها أنها تنتج لإنسولين بيعطيها لمرضة السكري كيف طيب من بعرف كيف البكتيريا بتنتج إنسولين من بيقدر يشرح لي آه يا جماعة حد بيقدر يشرح لي اسمع البكتيريا فيها كروموسوم بروحوا بجيبوا الجين اللي مسؤول عن إنتاج الإنسولين باخدوه من إنسان أو من حيوان وبيزرعوه في كروموسوم البكتيريا هلا البكتيريا وهي بتنسخ كروموسومها وبتصنع منه بروتينات بتصنع بالمعية إيش إنسولين اللي مشبوك في جينات تبعونها هذا الإنسولين بستخلصه من البكتيريا وبعطيه للناس اللي معها سكري طيب طيب انا إذا عرفت عن الميكروباك وعرفت إنها بتخرب الأكل وعرفت إنها بتعمل أمراض وعرفت إنها فوائد شو فائدة هاي النوالج هاي المعلومات إنت بتستفيد يمكن تمنع أكلك يخرب إذا إنت بتعرف إنه أكلك إذا تركته بره التلاجة لفترة طويلة في الحر الشديد البكتيريا اللي عليه رح تخربه إنت بتحميه إنه يخرب فبتحطه بالتلاجة صح إذا بتعرف إنت إنه هاي البكتيريا إذا طبط فيك رح تمرضك فإنت بتبعد عنها بأي طريقة من الطرق بتتجنبها بتحمي حالة من الأمراض كمان إذا بتعرف إنه هذا الميكروب كيف بيصيبنا وكيف بنتقلنا فأنا بحمي حالي وببعد عنه وبقطع خط الانتقال إلي منشان أمنع يحدث عندي إبيديميك سيصير وبع كيف يعني بفترة الكورونا يا جماعة أعلنوا إنه هذا الفيروس بنتقل بين الناس عن طريق التنفس صح فطلع القرار الحكومي إنه لازم تلبسوا ماسكات على وجهكم عشان النفس ما ينقلش الفيروس لازم ما تسلموش ع بعض لازم تبتعدوا مسافة إيش مسافة متر هاي إذن هاي الإحتياطات أخذوها منشان يعملوا بريفينت إبيديميك عشان يمنعوا انتشار أوبئة بسبب انتقال اللي هو المرض طب ننقل الآن لفكرة جديدة بتقول نامينج أن كلاسيفينج مايكرو أورغنزم تسمية وتقسيم اللي هي الأحياء الدقيقة تعالوا نحكي أول إشي على التسمية هلا المايكروبات طول ما أنا بلشت أشرح أنا بحكي المايكروب البكتيري الكذا بنعطي كل واحد اسم حتى كل بكتيري بحد ذات هبدأ أسمي هاي هاي إسمها كذا هاي إسمها كذا هاي إسمها كذا فمين اللي سماها تسمية في العالم كارلوس لينوس كارلوس لينوس هو عمل نظام التسمية العلمية للمايكروبات هلا في تسمية غير علمية بنسميها common names which vary with languages and geography بمعنى التسمية العامية كل بلد بتسمي المايكروب عخاطرها مثلا في ناس بتقول بتقول مثلا فلان مع أبو ضغيم فيروس بيعمل مرض أبو ضغيم في ناس ببلد تانية بتسميه أبو كادي كل بلد نفس المرضها ونفس المسبب كل بلد بتسميه اسم مع خاطرها هذه common names لكن احنا لازم نعتمد أسماء علمية اللي هي scientific nomenclature هاي الاسم روح عكل العالم نفس الاسم بتغير بتغير البلدان هلا كارلوس لينوس كيف سمى المايكروبات كل مايكروب الله خلقه أعطاه اسم بيكون من كلمتين two names أو two words كلمتين الكلمة الأولى هي الجينس جنسه والكلمة التانية هي الصفة تبعته لهذا المخلوق اللي هو specific ابثت اللي هي الصفة الخاصة شو يعني جينس وشو يعني species أو specific ابثت شوفوا يا جماعة مثلا احنا عنا بهالمحاضرة انتو قاعدين بتحضروا شو جنسكم انتو بتقول لي الجنس يعني الاشي المشترك بيننا كلنا اللي قاعدين بالقاعة انه كلنا طلاب فهذا الجينس تبعكم الجينس صفة عامة لكم كلكم هذا الجينس لكن specific أو species يعني الصفة الخاصة لكل واحد فيكم مثلا الصفة الخاصة انت لفلان انه انت والله ميزتك فرضا طويل انت ميزتك شعرك ناعم انت شعرك اسود هاي صفة خاصة في كل واحد فيه اما الجينس هي الصفة العامة لكم كلكم فالبكتيريا يا جماعة هي مجموعات كل مجموعة لها صفة مشتركة كلهم نفس الجينس باخدوا نفس الاسم الاول اما الاسم التاني هو species أو بنقوله specific كل واحد له صفته اللي هي الخاصة خلينا نوضح هذا الكلام بهذا بهاي شوف فيه بكتيريا سموها اسمها إشريشيا كولاي فلا يعني اسمها بكون من كلمتين إشريشيا وكولا اول جزء بدنا نسميه جينس والكلمة التانية بدنا نسميها سبيشيز نفس الشيء فيه بكتيريا اسمها ستافيلو كوكاس أوريس الكلمة الاولى جينس الكلمة التانية سبيشيز طيب احنا اتفقنا الجينس هي صفة مشتركة لمجموعة من البكتيريا زي صفة مشتركة فيكم كلكم إنكم طلبها الإشريشيا هي مجموعة بكتيريا كلهم صفتهم إنهم إشريشا طيب الجينس من وين لفها يعني اللي حط الإسر من وين جاب الكلمة اللي هو اسم المجموعة البكتيرية advertising discovering يعني عشرف المكتشف سمى هاي المجموعة أو اما بيكون الجينوس هو اشي بوصف هاي المجموعة كلها مثلا استفيلة كوكساي معناها استاف استاف معناها كلاستر كلاستر يعني هيك جمعة يعني البكتيريا اللي دايما متجمعة بعضها زي عناقيد العين كوكسي مدورة معناها يعني سفيريكال أو مدورة معناها كوكسي فالجينوس نيم يا بيكون حسب اسم العالم اللي هو الديسكبرار او اشي اللي هي بوصف هذا الجينوس انه مثلا عشكل كلاستر او عشكل سلسل او عشكل صفة عاملة طب نيجي لسبيشيز صفة خاصة لهذا الجينوس فمثلا الاشريشيا كولاي هي مجموعة الاشريشيا اللي موجودة في الكولون رح نشوف اشريشيا موجودة بمكان تاني مثلا رح ناخد يعني الجينوس ممكن يكون له كذا سبيشيز كذا مجموعة زي انتو جينوس الطلاب في كذا سبيشيز في سبيشيز مثلا محمد سبيشيز علي سبيشيز مهاء واكدة ازن اشريشيا اونر دا ديسكفرر اللي هو اسمه ثيودور اشريش ديسكرايب اما كولاي ديسكرايب دا بكتيريا حبيتات يعني وين ساكنة البكتيريا معنى كولاي ساكنة وين ساكنة في الكولون او اللي منقوله مثال اخر زي ما حكينا استافي له كوكاس اوريس استاف كوكاس استاف معناها كلاستر يعني الجنس اللي كله عامل زي عناقيد العنب ومدور اما الاوريس صفة خاصة لهادي المجموعة ان هي لونها ايش جولد كالر البكتيريا اللي لها كولوني مستعمرات دهبية طيب انتابع مع بعضنا لو اجيت قلتلك كيف بدي اكتب هاي اشريشيا كولاي انا بصلا بكتب عمالكي فاكتبها بدنا نحفظ انه دايما الجينس اول حرف منه كابتل لتر والباقي كله سمول لتر حتى السبيشيز بيظله سمول لتر بس اول حرف في الجينس بيكون كابتل هذا لا اسمه تمام طيب رح اقولك انا يا جماعة بدي اكتب كلمة اشريشيا كولاي او ستاف او اسم اي بكتيريا اقرأ على الكمبيوتر ده اطبعها طباعة كيف اكتبها بقولك بقولك لما تكتب اسم اي بكتيريا مش بكتيريا بس اي مايكروب بدك تكتب اسمه اي مايكروب إلوجينا سويس بيشيز اذا سمحت اكتبه بعدين اعمله إتاليك شو يعني إتاليك شو يعني إتاليك يعني اعمله بخط مائل يعني بتيجي بتعلم عليه بهذا الشكل وبتروح على فايل وين فايل وين هيو هي إتاليك هيو هاي المائل هيو ان الخط مش مائل هلا إذا الخط مش مائل بعرفش انها مايكروب إذا ميلتو عملتو إتاليك بتعرف انه انت أصدق انه هذا الاشي المائل هو اسم مايكروب يعني المايكروب بتعرف انه هذا اسم مايكروب انه يكون موجود بخط مائل وانه الجينة سكبتال واسميشة زي سمول لتر تمام؟ مستافر أوريس نفس الكلام طيب حتقول لي يا مس أنا والله بكتبه عمالي بخط إيدي مش عالكمبيوتر بقولك اكتبه بهذا الشكل مش مائل بس حطه اندرلاين يعني حط تحتيه شحطك يعني إذا انت بخط إيدك بتكون كاتب 20 شاكولاي بتكون شمائل لأنه إيدك بتميليش بس بتحط اللي كتألي خط اندرلاين اسمي وصلت المعلومة يا جماعة طيب فكرة اللي بعدها بتقول لي أنا بدي أكتب مقال البحث علمي بدي أشرح فيه عن الإشريشة كولاي شو بدك تكتب يا محمد بتقول لي والله أنا شوف بدك إشريشة كولاي الهارودشاب إشريشة كولاي كذا الإشريشة كولاي كان بيفان كل شوية بكتب إشريشة كولاي بدي أضلني أنا كل البحث أكتب إشريشة 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 بتعب فاتفق العلماء عندما تكتب بحثك أول ما تحكي عن الإشريشة كولاي أول مرة بدك تذكرها بالورقة بعدك تكتب إشريشة كولاي كاملة وبعدين بتفتح قص جنبها بتحط الحرف الأول من الجينس اللي هو الإي كولاي بعدين بتحط كلستوب وبعدين بتحط اسبيشيزنام اللي هي إي دوت كولاي مثلا ستاف أوريس لو أقولك يلا اكتب لي إياها في مقال شو بدك تعمل تكتبها هيك بعدين تفتح هون قص بتحط اس كابتال لتر ودوت وبعدين هون يصف متفقين تفاعلكم الكريم يا جماعة تمامي دكتوري إن شاء الله دول حكيتهم هون حكيتوا إنه تميل أو تخط underline وكبيتالايز وكله حكيتوا يلا شو أنواع المايكرو أورغنيزم هذا عالم الأحياء الضقيقة شو بشمل حكينا رح يكون بشمل بكتيريا وبشمل آركيا وبشمل فانجي فطريات بروتوز وطفيريات وحيدة خلية معناها وألجي تحالم وبشمل فايروسات وأخواتها وبشمل مالتي سيلولر أنيمال بارسايت إحنا اتفعنا أول ما بلسنا إنه المايكرو أورغنيزم هي كائنات لا ترى بالعين المجردة كونت بي سيل باي أنادي داي طيب مصبوط بكتيرها بدها مايكروسكوب والأركي والفانجي والبروتوزو والالجي تمام المالتي سيلولر أنيمال بارسايت يعني تصيلي متعدد الخلايات يعني الدود سامعين في دودة الإسكارس طولها أربعين سنتي خمسين سنتي سامعين بدودة التينية هي طولها عشرة متر بلاش الدودة الشعرية الإنتروبيا السنتي بشوفهم بعيني يعني طب كيف إحنا حاطين هذول البرسايت تحت عنوان اسمه عنوان مايكرو أورغنيزم إحنا اتفقنا إنه المايكرو أورغنيزم ما منشوفها إلا بايه بتحت المايكروسكوب طب ليه هاي منشوفها بعيننا وحاطينها هون إحنا برأيكم مين بيقدري يشرح ليه يلا ممكن يا دكتورة لأنه فيه مايكروسكوب فيه ستاجز من الستاجز تابعونا في اللايف سايكل تابعتها فيه جزء منها بيكون مايكروسكوبك مية المية مية المية هذول الدود بالرغم إنه كبير لكنه لما يخرج بيضه بيضه صغير ما منشوفه بعيننا بده مايكروسكوب عشان هيك لأنه أحد مراحل الحياة كان فيه إشي ما منشوفه بعيننا حطيناهم تحت عنوان المايكرو أورجانزم شكرا طيب نيجي نحكي عن الفيروسات الفيروسات يا جماعة إلها قصة ثانية الفيروسات هي أشياء إينارت يعني أشياء خاملة مش قادرة أقولك إنها مخلوق مش خلايا حية الفيروسات هي ليست مايكرو أورجانزم منقولها A-cellular entities يعني وحدات لا خلوية أو منقولها A-cellular infectious agent مواد لا خلوية معدية بتمردني شو يعني؟ الفيروس موجود في كل مكان أنواع كتيرة فيه فيروسات بالهواء قلت لكم بالمية وين مكان؟ طول ما هي بره جسم الهوست العائل بره جسم الإنسان أو الحيوان أو النبات ولا بتعمل ولا أي شيء وجودها وعدمه واحد فهي جماعة لكن إذا حدت على جلد الإنسان أو دخلت على نفسه أو مكان معين يعني مسكت في الهوست تبعها في المضيف ودخلت لداخل الخلايا بتسيطر على الخلية وبتتحول كأنها لمخلوق حي وبتتكاثر وبتنقسم وبتدمر خلايا الكاعن الحي فهي إشي منش حي وإشي خامل وبس يصيبنا بيصير إشي حي مشان هيك يا جماعة بالأصل الفيروسات وأخواتها ما بنعتبروها ميكرو أورغنزم إنه عبارة عن A-cellular إشي ليس خلوي إشي جامد إشي إنار لكن رح يقولك طب ليه عم يسحطتها تحت تعريف الميكرو أورغنزم حطيتها بقولك لأنها هي بدنا ندرسها ونعرف صفاتها وهي أقرب إشي إننا نحطها مع هدول المجموعة مش لأنها زيهم لأنها أقرب إشي عليهم يعني إشي صغير برضو بده مايكروسكوب بس هو مش كائن حي طب هاي صور هاي بكتيريا عصوية برضو تحت المجهر الإلكتروني هاي فطر الفطر عبارة عن خيطان يا جماعة وعليه كياس صغيرة هاي الأكياس اللي بسميها الأبواغ سبورز مش قبل شوية قلت لكم ممكن الأبواغ تيجي على الهواء وتيجي على الصحن صحن الميديا اللي جنب ستاف أوريس وتكبر وتصير فطر اللي هو فطر البنسيليوم وهكذا فالفطر خيطان وعليه أبواغ سبورا هاي صورة إلكترونية برضو مجهر إلكتروني هاي إنتميبة اللي هي أميبة اللي إلها هاي الأقدام الكاذبة هاي الطحالب هذا فيروس البرتآني فيروس مهاجم خلية عصبية هاي أنواع الميكرو أورغنيزم اللي سميتها الآن رح أتكلم عن وحدة وحدة أول وحدة البكتيريا البكتيريا هي من جماعة أو من دومينز من قلو بروكاريوت أو من قلها البروكاريوت كلهم من قلهم بري نيوكلياس يعني بداية النوع شو هاد الحكي العلماء قسموا كل المخلوقات اللي الله خلاها على الأرض سواء إحنا حيوان نبار كل الممالك صغير كبير قسموه لمجالين بطو دومينز من قول دومين من قلو البروكاريوت ودومين منسميه اليوكاريوت البروكاريوت سواء بالعامية إحنا خقيقية النوع بروكاريوت سابن قبلها跟 Ar её أما أيوكاريوت معناها عق بداية النوع دومين OH شو يعني حقيقية النوع برأيك شوفوا شو يعني المرة الجاي البروكاريوطس طيب هاي البروكاريوطس هاي بكتيريا يا جماعة كلهم بكتيريا هاي داخل البكتيريا شايفين هذا الكروموسوم الكروموسوم لا ما فيش حوله نيوكليير ممبرين يعني مش قاعد بنواع طول عمرنا منعرف انه الكروموسومات تقعد بداخل نواع بحيطها نيوكليير ممبرين ازا شفت الكروموسوم لحاله بيسبح في السايتو بلازم بدون ممبرين اعرف انه هاي بروكاريوطس هاي معنى برين نيوكليس بداية النواع ما عندهاش نواع حقيقية لما تشوف الكروموسوم قاعد بنواع الو نيوكليير ممبرين مثلا خلينا نحكي فرضا نحكي لك احكي مثلا بلانت سل على سبيل المثال أو أنيمال سل هاي بلانت سل نعم بدي كروموسوم وين النواع بالتعريف هاي النواع بس مش نبين الكروموسومات جوا قاعدين مدام الكروموسومات بحيطها من نيوكليير ممبرين بتيجي بتقول لي هاي شهية بتقول لي هاي يوكاريوطس هاي يوكاريوطس هلا في فروقات كتيرة رح نحكيها ان شاء الله المرة الجاي بس اهم فريق هلا بدي تحفظو بس تتذكر انو البروكاريوطس ما يلهاش نيوكليير ممبرين واليوكاريوطس إلها نيوكليير ممبرين اكتر واحدة دك تحفظ ميني بروكاريوط قولي البكتيريا مشهورة انها بروكاريوط يعني ما يلهاش نيوكليير ممبرين صفات هالبكتيريا سينجل سل يعني الله خالق البكتيريا من خلية واحدة تنقسم تكبار بتنقسم من النص بيصيرو تنتين بيكبرو بالعمر بروت كل واحدة بتنقسم بتصير تنتين فطريقة انقسام البكتيريا بيكون بالبايناري فيشن بنسميه الانقسام الانشطاري بايناري فيشن هاي البكتيريا معظمهم بخافوا عحالهم فحام عاملين حواليهم جدار سلول الجدار هذا مسلحينه مسلح بطبقة من الحديد يعني تشبيه الحديد هاي الطبقة اسمها طبقة البابتيدوگلايكان يعني في الجدار في طبقة مصنوعة من السكر ونبروتين سكر ببروتين اسمها الطبقة بابتيدوگلايكان وين قاعدة في الجدار من شان تزيده قوة وتحمي البكتيريا أكتر وأكتر طيب البكتيريا من أين تحصل على غذائها يا بتحصل على غذائها من موا partager من مواد عضوية أو من مواد غير عضوية أو من عملية الفوتوسينفز شو يعني شوفوا أهم غذاء للبكتيريا بعد المية تحصل على الكربون بلزبها بكل شيء الكربون بالدن ايه بالعضيات كل شيء المهم تحصل على المية وبعدين على الكربون من وين تحصل على الكربون ممكن تحصل عليه من مصدر عضوي شو يعني إذا إجت البكتيريا على صحن لحمة رزعة أكلة يبتسحى بالكربون من هاي المواد العضوية من الأكل والشروب لكن يفرض البكتيريا بالهوا فيش أكل وشرب بالهوا من وين بتسحب الكربون من مواد غير عضوية يعني من الكربون اللي بالجو طب ما هو فيه بالجو سي أوتو بتسحب منه الكربون وبتحصل على غذاءها أو هناك بكتيريا بقولولها الفوتوسينثاتيك بكتيريا يعني بكتيريا بتقوم بعملية التمثيل الضوي وبتحصل على غذاءها إنها بتسحب سي أوتو بتطلق الأكسوجين وبتصنع غذاءها طيب لو سألتك تتحرك البكتيريا بتمشي حسب معلوماتكم بتمشي البكتيريا اسمها في بكتيريا موطايل وفي بكتيريا ننموطايل فيه إشي بمشو فيه إشي بمشوش اللي بمشي يعني عنده عضو حركة سويم بكون عنده زوائد اسمها فلاجلة عندها أصوات فبتمشي الأصوات بتضرو بهم زي المجداف تبع القارب وبتمشي إذا هي بالدم إذا على الجلد إذا بالمية بتمشي بالفلاجلة تبعها وفي بعضهم الله مش خالي إلو فلاجلة فبمشيش فمنسميهم إيش منسميهم إيش ننموطايل مثلا شوفوا فرجيكم فلاجلة البكتيريا فلاجلة بكتيريا شايفين الله خالي إلها فلاجلة فيه ناس عندهم كمشة فيه ناس عندهم فلاجلة واحدة فيه ناس مجموعة فليرهم الفلاجلة هاي هم بيسوقوا ويمشوا واللي ما إلهوش مش خالي إلهم منقولهم ننموطايل كمان في بعضهم إلو أحداب صغيرة مثل السيليا منقولهم رموشة صغيرة بدو هنه يعتبروا من أعضاء الحركة بس اللي عندها فلاجلة بتتحرك أفضل من اللي عندها سيليا وفيه ناس عندهم سيليا وفلاجلة بنفس البعض فيه ناس ما عندهمش إشي هاي صورة أخرى للبكتيريا شفناها هاي مثلا هاي الحبة بكتيريا هاي العصايا بكتيريا كل العصايا بكتيريا لسين للبعض نيجي لمجموعة أخرى خلصنا أول مايكرو أورغنزم بذكرك إحنا بنحكي عن مجموعات المايكرو أورغنزم حكينا عن البكتيريا وصفاتها فيه مجموعة أخرى اسمها الأركيا الأركيا يا جماعة هي بكتيريا هي بروكاريوت يعني بكتيريا لكن عندها abnormal characteristics صفات غريبة يعني كل بكتيريا عندها صفات غريبة ما تحطهاش بعالم البكتيريا حطها بعالم الأركيا فالأركيا بروكاريوت يعني بكتيريا شو يعني صفاتها غريبة شوفوا في بعضهم لاك بيبتيدو غلايكانسل وال مش قلنا معظم البكيريا عندها جدار وعليه بقلبه مسلح بالبيبتيدو غلايكان إذا كانت هاي البكتيريا ما عندهاش الجدار بالمرة ممكن أحطها تحت عيلة الأركيا إذا البكتيريا ما عندهاش البيبتيدو غلايكان تبع الجدار يعني عندها الجدار بس فيش فيه طبقة البيبتيدو غلايكان بسميها أركيا يعني فيها بكتيريا اللي بقلب الحشرة والسرسور بنشافه بموت حط ملح بموت اما البكتيريا العادية حط لها ملح بتمر لكن في بكتيريا بتحب الملح بالعكس بتقولك هات هات كمان ملحات اكستريم بتحب الملح بدرجة عالية طب معناها غير طبيعية عاد اشي مش طبيعي اذا هذا النوع من البكتيريا بتحطه بعيلة الاركيا في بكتيريا اكستريم ثيرموفال يعني بتتحمل حرارات عالية الاصل انه انت اصلا اذا بتكتعقم اشي بتغليب بتكتعقم حل هي بتغليب مشان تقتل بكتيريا هلا اذا لقيت بكتيريا بالرغم من الحرارات عالية بتظلها عايشة تعرف انها من عيلة الاركيا بتعرف انه البراكين والحمام بعزلوا منها بكتيريا لو سألتك شو نوع البكتيريا اللي بدها تكون بالحمام والبركان هل هي بكتيريا عادية ولا احطها بعيلة الاركيا اه بتحط لها بعيلة الاركيا طب كمان في بكتيريا بتنتج كميات عالية من غاز الميثان خيلوا هاد اشي مش طبيعي اذا نحطها بعيلة الاركيا اذا اي بكتيريا اي بروكاريوت عنده ابنورمال كاركتريستيك خارجي عن المعتاد نحطها بعيلة ايش الاركيا لكن لاحظنا انه كل العالم الاركيا معروفة انها بعملوش امراض في الانسا هذه الحسنة لا اقوم بتحضير الاركيوت وضع الاركيوت لانا الاركيوت موضوع الاركيوت خليكم بسمعي استوبريك فات